قام مؤخرا حاكم إقليم البطحة جان برناندا بدري بزيارة إلى منطقة التنقيب عن الذهب وذلك الاطلاع على الأوضاع بهذه المنطقة التفاصيل لدى محمد طاهر جبرين الحر من مدينة تاتيا منذ أن تبينا وجود المعدن النفيس ببعض مناطق إقليم البطحة في بداية العام المنصر اتخذت الحكومة تدابير لتأمين الموقع ومنع التنقيب العشوائي عن الذهب بيد أن التنقيب ما زال يمارس من قبل مجموعات وأفراد مواطنين وأجانب وقد تسببت الحفريات بأضرار بيئية بالغة إضافة إلى الانفلاتات الأمنية العديدة والمتمثلة في ظاهرة قطع الطرق أمر دفع بالسلطات العليا إلى إرسال مجموعة من قوات الجيش الوطني لتأمين الموقع في انتظار إرسال شركاتهم قاولة للتنقيب حاكم إقليم البطحة جان بيرنار باداري جاء إلى الموقع للتعرف على الوضع وتشجيع أفراد تلك القوى وانتهز الحاكم الفرصة ليعلن أسباب منع التنقيب العشوائي حيث أنه يتسبب في تدمير البيئة وهدر تلك الثروات دون أن تستفيد منها الدولة ولا يتمتع بها الإقليم لذا فإن الحكومة قررت أن يتم اختيار شركات عالمية في القريب العاجل حينها سيمنح 5% من العائد إلى الإقليم ما سيسهم في تطوره الجنرال آدم تيغا حامد منسق العمليات طلب من المواطنين ضرورة تفهم القرار الحكومي بمنع التنقيب واحترامه يذكر أن المنطقة المشمولة بهذه التدابير الأمنية تمتد من أليفة في منطقة جبال المدغو إلى غريا في مقاطعة الفتري موسيقى